تحت شعار التطوع من أجل الإنسانية أعلنت وزارة الصحة عن إمكانية استقبال المتطوعين لأخذ تطعيم المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا من خلال التوجه المباشر إلى مركز التجارب السريرية للقاحات كوفيد-19 بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات حيث يستقبل المركز المتطوعين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء وكشفت الوزارة بأنها تعمل على تسهيل إجراءات عملية وألية التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة وإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للانضمام للدراسة من خلال طرح خيارات التقدم والمشاركة بما يتناسب مع المتطوعين مضحة بأن التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل مدرجة تحت مضلة منظمة الصحة العالمية لفيروس كوفيد-19 وضمن هذه المبادرة سيتم تجرب اللقاح على ستة آلاف متطوع من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة ممن تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً مشيرة إلى أن الفريق الطبي المعني سيقوم بمتابعة المتطوعين للترتيب حول ألية خضوعهم لعملية التقييم الصحية قبل الانضمام للتجارب السريرية للقاح وفقاً للإشتراطات الصحية للمتطوعين منوهة بأن ذلك سيتم بحسب البروتوكول المعتمد وعبرت الوزارة عن شكرها وتقديرها لجميع من بادر من المتطوعين بالانضمام للتجارب السريرية الذي يعكس تحليهم بالمسؤولية المجتمعية للحفاظ على صحة الجميع الجدير بالذكر أن دراسة هذه التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة التي دشنت في البحرين خلال أغسطس الجاري تجريب التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال شركة جي فورتي تو وتتمحور حول الفاعلية والمنع المكتسبة من اللقاح المطور من قبل شركة سلونو فارم الصينية بعد أن تمت الموافقة على الدراسة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة الصحة